اليوم بدنا رئيس اسلسنائي جوزيفين انا عم بشوف توافقي لا ما بدنا توافقي لانه التوافقي بيكون بيمون على هذا وهذا بيمون عليه احنا بدنا رئيس مستقل للرأي ويكون هو ليدر ياخد القرارة الصعبة يوقف عليه ما حدا يأثر عليه الا بالحس الوطن يطبعه نعم فبننا رئيس انقاذي تقولوا بالكم شوي لو تأخرنا من هنا لكم اسبوع هذيك المرة تعرف قاعد الجيش من انقاذي دكتور فريق لكن انا انا بعرفه العماد دعون وكتير بيحترمه انا وقت اللي انا حكيته وما كان هو كتير محمس للرئاسة بس هيدا ما طبعا كل واحد بتغير في فريق بالمجلس ما بيقبل يصير فيه تعديل دستوري نعم بالمبدأ مش على الشخص رئيس عون بس كل شيء ممكن تعرفي بسياستنا اذا ارروا بدون صار فيه ارار بين الكتل انو بدين يجيبوه لارزيف عون بعدلوا الدستور ويجيبوه لارزيف عون صحيح بس كنت عم بصلك عن انو هو شخصه يعني هويته قائد الجيش فيه كلام بيقول انو اليوم قائد الجيش يعني جزاف عون خاد اذا بدك تحدي كتير كبير بابقاء المؤسسة يعني متضامنة وعلى حالة بوجه كل هذه الازمة فيه كلام بيقول انو قائد الجيش مثلا ما دخل بملفات فساد ما علي ملفات فساد فيه كتير كلام مثل كأنو مؤشرات تقول الى انو لبنان اليوم في حال لم يتم التوافق على الرئيس اذا بدك من رحم القوى السياسي خلينا نروح على قيادة الجيش انتو نقاشتوا هذا الشي بتكتل لا بس انا شخصيا بقولك انو اذا هو هيدا الخيار لضرورات امنية يمكن جزاف عون بيكون الانسب وانا اللي شفته الاسبوع والهجوم على المصارف بجوز اذا طورت من هون لكم اسبوع اكتر امنيا حزوزه بتاعلى كل ما صار فيه خضة او هيك امنية وحزوزه اكتر هو كشخص انسان محترم اكيد نعم